كوصي شو أكتر حلم بيريودك غير هوليوود؟ تملكت بأمريكا وتعلمت الإنجليزة بقى بشكل ممتاز تعلمت بشكل إنه أنا كنت يعني ما كويس أبداً صرت كتير منيح يعني صرت منيح شو ناقص حلمك بعد ليتحقق؟ لكي حلمي في ناس بتفترضوا إنه هو شي عادي جداً إنه شو يعني تترك كل شي عملته هوني بفضل الله طبعاً وتروح لأنه أنا بقلهم بدي أشتغل ولو مشهد أو مشهدين بفيلم وأقدر من خلاله يعني أحمل اسم بلدي وقوله هذا ممثل سوري يشتغل بهوليوود بالنسبة لكتير عالم هذا الشي معنه مشروع يعني ومعنه حلم أنا بالنسبة إلي حلم كبير كتير ومن الأشياء اللي فشلت فيها بحياتي اللي صعبت شوي حلمي وقد يكون ضروري إنه كاني صعب الحلم شوي قضيت اللغة اللي أنا ما كنت مهتم فيها بالزمان وقضيت إنه كنت خاف من حلم يعني هذا الحلم موقت ما كان عمري شي 12 سنة يعني ما هو إنه خلق نتيجة ظروف لا لا هو حلم بس أنا ما كنت تسترجي يقوله ما كنت تخاف لأنه يعني ما كان طموح الأهل إنه الإبن يكون ممثل يعني شي آخر فأنا مصر أني إلحق وأنا صعبته يعني هو حلمي صعب لأنه ما بدي بيوم من الأيام أنا حقق حلمي بفترة ما عد عندي حلم تاني تستمتع يعني تتعذب لازم يكون صعب فتحقق بيكون نعمة من الله هل أنت بتعرف إن في أحلام مش حلون حققها؟ ما عم قل لك وشاني بس لهذا الحلم لازم يتحقق راح تحققه؟ الأحلام التاني اللي ما بدي حققه بتكون أحلام بقى ثاني مختلفة أحساسك شو بيقول راح توصل؟ ممكن تساوم لا توصل؟ بإذن الله بدي أوصل غير حلم هوليوود شو؟ كان هيك سؤالي بالأول غير حلم هوليوود؟ كان عندي حلم أنا وصغير ولهلأ كمان قصته إنه أنا قادر يكون عندي مركز أو جامعة أو معهد له علاقة بالفنون شي بيشبه كل شي منشوفه بره هيك معهد تمثيل خاص وإعداد ممثل وشيه علاقة بالإخراج نعصنا؟ ايه طبعا والتقنيات مين برأيك استفاد من الدراما العربية المشتركة؟ السوريين اللبنانيين أم المصريين؟ لكن سوري ما بدافع عن حدا وما بدلهم حدا طلع مجموعة من التصريحات اللي هي تصريحات قد لا تكون بغرض الأزى ولكن هي تصريحات رأي فالناس انفهمتها بطريقة غلط أو مغلوطة ولكن أنا رح أقول لك شي ما حدا بيقدر يلغي وجود أو أهمية حدا أطلاقا الدراما اللبنانية بس في حدا استفد أكتر من حدا اي بس الدراما اللبنانية معنا وليدة شهر ولا شهرين ولا سنة ولا ما شاء الله يعني تاريخ عريق ومن الممثلين والمطربين اللبنانيين في أسماء كبيرة كتير طلعت واشتغلت بأم الدنيا اللي هي مصر نعم حاليا في ناس عم يتوصل لبرة وعم يتوصل لجوائز عالمية سواء بيكان ولا حتى هوليوود اللي كمان هو طموح مشروع للكل نعم ما حدا فيه راهن أو ما حدا فيه يطعن بوجودها كذلك لأمر الدراما السورية دراما السورية ليس تحزبا يعني بس هي من أهم الدرامات العربية والمدرسة السورية بعلم التمثيل هي حقيقة مدرسة خاصة جدا ومدرسة قادرة جدا وأنتجت كثير من الممثلين والممثلات الرائعين والمدرسين يعني صار فيه هيك علم بالموضوع يعني صار فيه مدارس بالتمثيل السوري والدراما السورية الحمد لله هي دراما كمان راقية جدا ودراما عربيا كتير محبوبة هذا الاشتراك ولد مجموعة من الدرامات اللي سموها فان عرب أو إلى آخره قد ما كانت فاشلة أو قد ما كانت ناجحة هي تركت بصمة كتير كبيرة بالوطن العربي على ممثلينها ومخرجينها ومنتجينها والآخر فيه مننا غير منطقي فيه مننا غير منطقي فيه أساس طبعا طبعا لأ هذا الشي مختلف بلاش نرتكب أخطاء أخرى يعني غير منطقي لأنه ما بيصير أنه أنا أكون سوري أختي لبنانية وأمي مصرية هلأ هيك كانت عم بتصير هلأ يمكن بحكم الأحداث اللي هي خمس سنوات بعالمنا العربي صار أنه فيه صار فيه حقيقة بالموضوع أنه مثلا فيه سوريين عايشين بمصر عايشين بلبنان فيه لبنانيين عايشين بسوريا عايشين بمصر فيه مصريين عايشين فهذا دولت بالقصص الجديدة حبكات حقيقية موجودة بنشوفها يعني جاري أنا اللي نفترض مصري حب أختي مثلا فتزوج منه فصارت العلاقات حقيقية بتشبهنا يعني صار فيه تشبك أكثر بالضبط فيه مجموعة مسلسلات بالسنوات الأخيرة قدمت فيها شي حلو كتير وما في هذا الجفا أو هذا الحائط ما بين المشاهد إنه وين هذا العالم عم بيصير طيب برأيك أي موضوع ملح لازم تطرح حول الدراما العربية اليوم بالوضع الراهن ما فيه أي دراما بتصيب واحد بالمية من ما يحصل في العالم العربي أي محطة إخبارية الآن هي أهم من أي مسلسل الدراما من الوجع الحقيقي اللي عم بيتانشو النس نسمني الوجع لأنه ما ممكن أي عمل يحقق مصداقية نقل أي قناة الميديا حالياً بعالمنا بالرغم من أنه هي فادت كتير وكل ياتنا كلنا نطمح يكون عندنا قنوات بهذه الضخامة بهذا الشيء بس مشيك بس صار فيه رسائل مختلفة رسائل أنا برأيي الشخصي وما بدأ ندخل بهذه الحاديث ولكن أنا برأيي الرسائل اللي عم تقدمها هاي الميديا الجديدة إذا أسائت فهي أسائت للعرب وإذا خدمت خدمت غير العرب أوف قوية أطمع